بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ذكرنا في البحوث الماضية التقريبين الذين احتملهما أو قرب بهما المحقق الأصفهاني المعنى الرابع لأصل اللزوم في البيع قلنا أن المحقق الأصفهاني قال بأن المراد بالمعنى الرابع لهذا الأصل بحسب ما عرضه الشيخ الأنصاري نسبة للسيد الصدر وهو صدر الدين الرضوي في حاشيته على الوافية المعنى الرابع الذي يقول بأن المراد بالأصل هنا أصل اللزوم في البيع الوضع اللغوي والبناء العرفي والشرعي قال بعد مقدمات عرضناها مفصلا أن هذا المعنى يحتمل له تقريبان ما أن يراد منه هذا أو يراد منه هذا وشرحناه مفصلا في البحوث الماضية التقريب الأول كان أن يكون المقصود بالأصل هنا أصل اللزوم في البيع أنه محكوم يعني البيع محكوم باللزوم عرفا وشرعا مقصود بأنه أن البيع وضع أن البيع لغة يفيده يعني أن الوضع اللغوي للبيع يفيده اللزوم وعلى ذلك بنى العرف والشرع المقدس ما المقصود بهذا الكلام قال إما أن يراد من هذا الكلام أن البيع محكوم باللزوم عرفا وشرعا بمعنى أن البيع فيما هيته لا علاقة له باللزوم والجواز وإنما اللزوم والجواز طرى عليه من الخارج طيب من العرف والشرع المقدس طيب فيقول المراد منه هنا هل هو هذا أن البيع محكوم باللزوم شرعا وعرفا ولحيثية معينة كما إذا كان المبيع معيبا أو حيوانا يحكم بالجواز وكذلك الأمر في الهبة أن الهبة في الأصل محكومة بالجواز عرفا وشرعا ولحيثية معينة لحيثية معينة كما إذا كانت الهبة لذي رحم يحكم عليها همعرفا وشرعا باللزوم يقول هل هو هذا المراد منه هذا ثم طرح تقريب الثاني الذي طرحناه الآن سيناقش التقريب الأول ثم سيناقش التقريب الثاني سأستعرض الآن مناقشته للتقريب الأول حتى نصل بعد ذلك للنظر في جميع المناقشات التي طرحت في المقام طيب قال لحظه قال هذا المعنى إذا قلنا بأن البيع محكوم عرفا وشرعا باللزوم خلينا في البيع هنا الآن ونفس الكلام أو الكلام نفسه سيأتي في الهبة لكن مع فارق أن الهبة في الأصل جائزة ثم تحكم باللزوم والبيع في الأصل لازم ثم يحكم بالجواز خلينا في البيع حتى يكون عندنا تشتت يقول إذا كان المراد بهذا المعنى وهو المعنى الباء الرابع أن البيع وضع أن البيع محكوم عرفا وشرعا باللزوم ولحيثية ما يحكم بالجواز إذا قلنا أن معناه ذلك المعنى الرابع أنها أن معنى أن الأصل في البيع اللزوم هو هذا يعني محكوم من قبل العرف ومن قبل الشر باللزوم طيب إذا كان هذا يقول إذا كان المعنى هو هذا إذا كان هذا ما تريدونه من المعنى الرابع فهذا لا يفيد في موارد الشك وهذه الأصالة لا يمكن إجراؤها في موارد الشك طيب لا هو يفيد في موارد الشك هذا الكلام ولا هذا الأصل الذي نعبر عنه بالأصل لأن فائدة الأصل ما هو عندما نقول الأصل في كذا كذا حتى في موارد الشك نعود إلى الأصل يقول هنا المحقق الأصفهاني إذا قلنا بأن المراد بالمعنى الرابع هو هذا الذي ذكرنا وهو أنه محكوم عرفا وشرعا باللزوم ولحيثيات معينة يحكم بالجواز إذا قلنا أن المعنى هو هذا يقول هذا لا يفيد في موارد الشك هذا واحد ولأن هذه الأصل في البيع كذا عندما نقول اللزوم ولهذه الأصل طيب يمكن يجراؤها في موارد الشك فنقول أنه مدام ما عدمنا في موارد الشك نعود إلى الأصل يقول هذا لا يمكن ليش وتأملوا حتى ننظر بعد ذلك في مكانية مناقشة هذا الكلام يقول لماذا لأننا عندما نقول آصل نريد أن نستفيد منه في موارد الشك يقول هذا لا يفيد في موارد الشك لماذا أقرب المسألة بشكل سريع ثم نقرأ عبارته يقول لأن هنا عندما نقول البناء العرفي العرف ليس له بناء يقول العرف ليس له بناء عام بناء عام وبناء خاص بناء مطلق وبناء مقيد بناء عام يشمل جميع الأفراد وبناء خاص يستثني مثلا بعض الأفراد بناء مطلق يستوعب جميع الحالات وبناء مقيد يرتبط ببعض الحالات دون بعض يقول العرف العرف ليس له بناء ليش ليس له بناء لأن العمال بناء العرف يعني شنو يعني دأ بالعرف عمل العرف هكذا يتعاملون يقول العمل ليس له عموم ولا اطلاق اللافظ له عموم او اطلاق والعمل لا اطلاق ولهذا عادة كما تعلمون في العمل يأخذ بالحد المتيقن كما في السيرة يأخذ بالحد المتيقن انما يأخذ بالاطلاق في الالفاظ في الصياغ اللفظية لا في الاعمال العمل ليس له اطلاق لا له عموم ولا له اطلاق طيب فهذا اولا ليس له عموم وليس له يعني ليس هناك بناء هذا بداية وانما الموضوع لاحظوا دققوا معي يقول اذا لم يكن هناك بناء نقول هنا بناء وهنا بناء بناء فنقول بناء على هذه الشروط يجري هذا البناء لا العرف ليس له بناء نحن الان نتكلم في دارة العرف وليس في دارة الشرعة نقول البناء العرف وشرع نحن في دارة العرف وانما ما هو الموجود عند العرف العرف يلتازم بجريان البيع في موارد ولا يلتزم في موارد خاصة في موارد والكلام هو الكلام في موضوع الهيبة في البيع العرف يلتازم بجريان البيع في موارد وفي موارد خاصة لا يلتزم لحظوا هنا اذا كان العرف هكذا يلتزم في موارد ولا يلتزم في موارد لحظوا اذا شككنا في هذا المورد يقول المحقق العصفاني اذا شككنا في هذا المورد انه مما يلتزم به العرف او يلتزم بجريان البيع فيه وانفاذ البيع فيه او من الموارد الخاصة التي لا يلتزم لو صار عندنا فرد مشكوك هل عندنا اصل هنا نقول الاصل كذا الاصل هو الالتزام بانفاذ البيع هنا هل نستطيع ان نقول الاصل كذا يقول لا نستطيع ان نقول فاذا لم نستطيع ان نقول بالتالي هذا المعنى بهذا التقريب لا ينفع في مورد الشك ولا عندنا هنا اصالة يعني اصالة الاصالة هذه لا تجري في مورد الشك انتم تقولون الاصل في البيع اللزوم شنو معنى هذا الكلام الاصل في البيع اللزوم يعني انه اصالة نستفيد منها في مورد الشك فهنا مثلا اذا شككنا قلنا ان هنا يلتزم العرف بكذا وهنا لا يلتزم طيب وجاءنا مورد وقلنا هذا المورد هل هو من هذا من اللازم مما يلتزم به العرف او هو ما لا يلتزم به العرف هذا المورد شككنا فيه اين نضعه في هذه الحالة نقول ان الاصل التزام العرف بجريان البيع نفوذه وبالتالي نضيفه الى الاصل او انه او انه لا نستطيع اصلا ان نقول ان هناك اصل في مثل هذه الحالة يقول المحق الاصفاني هو مجرد التزام في موارد وعدم التزام في موارد لا ان الاصل الالتزام لاحظوا لا ان الاصل الالتزام واي فارخ فارخ كبير هنا العرف يلتزم في موارد وفي موارد خاصة لا يلتزم لا ان العرف في الاصل يلتزم الا اذا دل دليل الامر ليس كذلك هي تصوير محق الاصفان اذا واحد يريد ان يناقش الامر يمكن ان يناقش بناء على ذلك يقول ولهذا لا يمكن لنا في الموارد المشكوكة نقول الاصل الالتزام بالبيع لا يمكن ان يقال انه هذا قد يكون من الموارد الخاصة يعني قد يكون مما التزم به العرف مما التزم فيه العرف بالجريان وقد يكون مما لا يلتزم به العرف وهنا يضيف بحق الاصفان يقول نكته يقول ولا يمكن ان نقول لحظة هذا يقول ولا يمكن ان نقول ان الاصل ان اصل الالتزام هذا ان الاصل الالتزام هو عرفي وعدم الالتزام شارعي يعني ان الاصل العرف يلتزم الشرع تدخل وقال في بعض الموارد يمكن تخلف هذا الالتزام فيقاله بالجواز لا يمكن ان يقال هذا الكلام ان العرف عادة او دائما يلتزم الشارع قال في موارد خاصة يصح عدم الالتزام يقول لا يمكن ان يقال بهذا لماذا يقول لانا لا نتصور ان العرف يمكن ان يلتزم بجريان البيع في حال المعيب اذا كان المبيع معيبا يقول ما يمكن ان نتصور هذا الموضوع لان مختضى هذا التحليل او هذا الكلام الاخير جريان البيع في نظر العرف حتى في المعيب يقول لا نتصور ان العرف يقبل بهذا حتى يقول بنفاذ بنفاذ البيع في هذا المورد وجريانه لاحظوا كيف يقول هذا اولا ثم سينتقل للبناء الشرعي يقول اذا قلنا ان البناء عرفي لانه التقريب ماذا يقول التقريب المعنى المعنى يقول اللي هو المعنى الرابع يقول الوضع اللغوي والبناء العرفي والشرعي المحاقق الاصفهاني قال ما المراد بهذا هل يراد منه عندما نقول الوضع اللغوي والبناء العرفي يراد منه ان البيع محكوم تذكرون ان احنا طردنا في البداية اغيار يعني المحاقق الاصفهاني طرد اغيارا في مفهوم الاصل هنا والذاتي لا داعي الرجوع اليه لانه فصلنا في عدة بحوث طيب محكوم البيع هنا محكوم باللزوم عرفا وشرعانة هذه السنة عليها عرفا ولحيثية معينة كما اذا كان البيع معيبا يحكم العرف بالجواز يقول هذا هذا ما ينفع في مورد الشك هذا الكلام ما ينفع في مورد الشك للتقريب الذي قربته الان انه خب العرف ليس له بناء لان العمل لا اطلاق له بناء بناء عام وخاص بناء عام وخاص لان العمل لا يمكن ان نقول فيه فيه عام ولا فيه اطلاق حتى نقول ان من عملهم عمل العرف نفهم ان هناك عموم وهناك اطلاق العمل ليس في اطلاق الالفاظ صيغ اللفظية هي هي التي تحتمل السعاوة لاطلاق وانما العرف يلتزم بجريان البيع في مورد يعني يلتزم بجريان البيع طيب بشكل عام وفي موارد خاصة لا يلتزم فاذا شككنا في مورد انه مما يلتزم به العرف بنحو عام او هو من الموارد الخاصة لا نستطيع ان نقول ان هناك اصل ونسحب هذا الفرد المشكوك الى ذلك الاصل ما نقدر لان مجرد الالتزام هذا لا يعني انه اصل ولهذا قال في البداية هذا لا ينفع في المورد المشكوك هذا التعريف ولا ان اصالته هنا ولا ان اصالته الاصل في البيع اللزوم ولا ان اصالته هذه يمكن اجراؤها في مورد الشرك ملاحظين ولا يمكن ان يقال انه عندما نقول البناء العرفي لا يمكن ان يقال ان العرف الاصل يلتزم عادته الالتزام دائما يلتزم بجريان البيع وموارد الجواز النمية شرعية يعني الشارع تدخل فضيق وقال بالجواز في موارد معين ما يمكن ان يقال هذا لماذا لان لا يمكن لنا ان نتصور ان العرف يقبل بجريان البيع في مورد يكون المبيع فيه معيبا ومع ذلك يقول البيع يجري وينفذ في هذه الحالة ما يمكن ان نتصور هذا الموضوع اصلا لانه لا يتصور من العقلاء مثل هذا العمل طيب فاذن بناء على ذلك يمكنكم قراءة طبعا العبارة لم ينسعنا الوقت لقراءة العبارة وهذا ملخص كلام المحقق الاصفهاني لحظوا قال بشكل سريع ان اللزومة في البيعين كان ببناء العرف عملا على المعاملة معه معاملة ما لا يقبل الفسخ فمن البين ان العرف ليس له بناء عموما وخصوصا مطلقا ومقيدا ليكون مختضى بنائهم العام او المطلق لزومه ومختضى بنائهم الخاص والمقيد جوازه فان العمل ليس فيه عموم واطلاق بل مرجع الامر الى ان بناء العرف فيما عاد الموارد الخاص على الالتزام بالبيع وفي الموارد الخاص على عدمه واذا كان الموارد مشكوكا من حيث اندراجه في موارد العمل باللزوم او العمل بغيره لم يكن هناك اصل من حيث البناء العملي ليرجع الى ولا يمكن دعوى ان بناء العرف عملا في جميع الموارد على اللزوم وان الجواز ببناء الشارع فاننا لا نظن بالعرف ان بناءهم على اللزوم في المعيب وفي المغبون وشبههما هذا تماما ما فصلته في هذا الباحث شاء الله نأتي على مزيد كلام نأتي وصلى الله وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة